اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تصميم الهوية التجارية على برنامجورد في هذه المحاضرة راح نعمل تصميم لموضوع مهم جدا في الهوية التجارية لاو هو الاكياس الورقية او الكرتونية وطبعا هذا مثال لمحاضرة اليوم اذا لاحظ هذا الجزء اللي هو الجزء الامامي ممكن يتكرر نفسه بالجزئين ممكن يكون فقط جزء واحد لا بس اللي هو طبعا الاكياس الورقية طبعا اذا نجي للقياسات هذا هو القياس السائد والاكثر استخداما اللي هو ارتفاع 42 سنتيمتر والعرض 32 طبعا هذا لا بس ان يكون 11 سنتيمتر طبعا نجي نفتح برنامجورد طيب الان راح نكبر العارف قليلا وطبعا راح نجي الى تخطيط او تخطيط الصفحة ونجي الى الحجم حجام الورق الاضافية طبعا راح يكون العرض اللي هو 32 والارتفاع اللي هو 42 موافق لا بس انه نتجاهل الهوامش جيد الان راح نعمل التصميم في الاعلى راح نضيف شكل مستطيل بهذه المنطقة وطبعا من تعبئة الشكل راح نختار اللون الاخضر ممكن يكون هذا اللون او ممكن يكون اللون الزيتوني يعني من مزيد من الوان التعبئة ممكن نجي الى قياسي طبعا ممكن نختار هذا اللون يعني هذا اللون ممتاز او ممكن نجي الى مخصص ممكن شويه نزيد بدرجة السوادر ممتاز الان راح نستنسخ هذا اللون بهذه المنطقة طبعا نجي نحدد الجزء اللي بالاسفل من تعبئة الشكل ممكن نختار اللون الكريمي الفاتح يعني ممكن هذا اللون واكيد من مخطط تفصيلي بلا مخطط وجزء اللي بالا اعلى مخطط تفصيلي بلا مخطط جيد الان راح ندرج شكل بهذه الطريقة طبعا هذا الشكل راح يكون مستطيل بهذه المنطقة و ممكن يزيد بالعرض من المخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي وطبعا راح نختار اللون الجوزي يعني ممكن يكون هذا اللون ممكن يكون لون افتح يعني ممكن مزيد من الوان التعبئة ممكن نختار هذا اللون لون جميل لا بأس نجرب هذا اللون أو هذا اللون لا بأس واني افضل انه نرجع للون السابق اللي هو هذا اللون المخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا راح نكتب هنانا بهذه المنطقة معك في كل المناسبات طبعا من الصبح الرئيسية راح نكبر الفونت ممكن نختار 36 طبعا نختار فونت مثلا الجزيرة bold ممكن اكبر ممكن يصغر اقل ممكن هذا الناس ناخذ من عنده control x يعني قص وانجي نضيف مربع ناس حتى نسيطر على position أو المكان الخاص بالناس بشكل اجمل طبعا هذا مربع النص الينضاف الجديد طبعا نجي من تنسيق التفاف النص راح يكون هنانا امام النص وطبعا احضار الى الامام هنانا بالاسفل ايضا ممكن احضار الى الامام بهذا الشكل ورح نختار اللون الكريمي او اللون الابيض ممكن نجرب اللون الكريمي اللي تم اختياره طبعا ممكن هذا اللون الان نجي نحدد هذا الشكل وطبعا من المخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي وطبعا ممكن نقلل من الحجم ممكن يكون خمسين او ممكن يكون ستين جميل الان راح نضيف الشعار من ادراج صورة وطبعا من تنسيق التفاف النص امام النص هذه هي الطريقة طبعا ممكن نزيد بالحجم بهذه هي الطريقة جميلة الان هذا الجزء اللي بالاسفل راح نضيف لباترين او اكساء هندسي يعطيه الرونق الاسلامي العربي طبعا هذا الشكل راح نحدده ومن تنسيق تعبئة الشكل صورة ورح نختار هذا الاكساء طبعا نجي الى ادوات الصورة ونجي هنانا الى ادوات الاقتصاص وطبعا نختار احتواء ونزيد بالحجم بهذه الطريقة الان نضغط click احنا بهذه المنطقة اذا لاحظوا انه اصبح عندنا تصميم عصري وجميل للاكياس الورقية نتمنى ان تكون هذه المحاضرة سهلة وخفيفة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة